اليوم سنحكي عن شوتي مود وعن الاترانجل مرحبا معكم نبيل قبل ما أبدأ في شغلة انتبهت لأنه الكل كمهتم أكثر موضوع التدخين أكثر من التصوير والفوتوشوب شكرا لكم شكرا لكم كمانكي في ناس بدون يعرفوا عن فوتوشوب أكتر في ناس بدون يعرفوا عن التصوير أكتر فكرا من الهايك قررت أني صير أعمل حلقة عن التصوير وحلقة عن فوتوشوب اليوم بدي أحكي عن شوتي مود اللي هن الأشياء اللي منشوفها على الكاميرا من فوق ونختار نصور الأم الأحرف وعن اكسفوجي ترينجل الشغلة اللي هتكون شوي أوضح لو حكينا على الإكسفوجي ترينجل قبل شوتي مود الكاميرا بتلقى الضو بكل بساطة إذا ما في ضو ما في صورة لذلك اللي هتنا قد نطلع صورة حلوة لازم يكون فيها الضو بلانست متوازن تماما ولحتى يتوازن الضو بدنا ثلاث أشياء أبرتشر شوتر سبيد YSO نبدأ بالأبرتشر الأبرتشر اللي هي تنقاس بالF والسبب هو أنه بترجع على الفوكل لينكث مثل F1.4 مثل F1.8 F2 F11 F16 تكنيكلي هي عبارة عن شفرات أو بلايدز داخل العدسة بيفتحوا بسكروا اللي حتى يعملوا فتحة صغيرة أو كبيرة اللي حتى يمرق من خلال الضو طبعا فيه إلى تأثيرات إذا زغرت شو بصير وإذا كبرت الفتحة شو بصير نحكي عنها برجع بس مبدأ أيام الأبرتشر هي كبيرة الفتحة أو صغيرة باللنس شوتر سبيد هي قدية الكاميرا عم تسمح للضو أنه يفوت على السنسر يا أما بسرعة يا أما ببطط لو أنتم فاتحين عنكم لمدة طويلة بوجه الشمس مثلا والصورص ضو قوي فرح تنزعجوا وبعد فترة ما رح تشوفوا شيء يعني بمعنى تاني إذا إحنا أخذنا نفس المثال على الكاميرا وفتحنا الضو كثير رح يحترق الفيلم فإذا فتحنا الضو لمدة أصيرة وسريعة رح يطلع يمكن ضو خفيف ممكن ضو مناسب طبعا كمان حسب المجرينج وحسب الميتر ثالث شغلة هي هي إذا كان حساس السنسر للضو إذا كان حساس للضو كثير معنات أنه ما بدي وقت طويل حتى أقدر استقبل الضو اللي موجود عندي بالامج خلينا نأخذ مثال على ثلاثة مع بعض أنا سويت أنيميشن كريمال بني أقدر وضع هذه الفكرة لكم بالثلاث أشياء يعني لح تشوفوا كيف الضو بيصغر من اللي فتحه وبيرجع بيطلع على السنسر وان انيميشن عن الشوتر سبيد رح تلاقي أنه ثلاثة كاميرات مسكر في يون الشوتر وفجأة فتح فات الضو على السنسر بعدين بلش يسكر واحدة قبل الثاني بثلاثة إكزامبلز لح تشوفوا أنه كلما الشوتر كان أسرع كلما بيفوت ضو أقل على السنسر وآخر واحدة هي اللي هي إذا ما فتحين الشوتر نفس القياس ويفوتوا الثلاثة صورة على ثلاثة كاميرات بنفس الوقت أي واحدة رح تستقبل الضو بسرعة أكتر وتكون حساسة أكتر للضو رح فرجيكم الآن ثلاثة إكزامبلز عن الشوتر ثلاثة صور مختلفين كل واحدة منهم أخدت الشوتر بسرعة مختلفة رح تلاقيوا الانفروميشن المحطوطين كمان بالزاوية على السرعة اللي اتخذت فيها الصورة أي شوتر سبيد حتى لو كان نفس الابتشر نفس الاس او ما غيرت شي غيات ستلاحظوا الفرق كيف بإمكانت غامقة أو معتدل الصورة أو يمكن تكون فاتحة أبتشر بينقاس بشي اسمه F بس أنا F1.4 F2 F4 F8 11 كلما على الرقم كلما تكون الفتحة أصغر تستقبل ضوء أقل لكن تكون شارب أكتر كلما أقل الرقم كلما فتحت اللنس تقبلنا ضوء أكتر بس صارت البعجروند بلوري رح فرجيكم إكزامبلز عن الموضوع مثل ما شايفين بهال ثلاث صور عم استعمل لاحظوا كيف عم بتصير أكتر طبعا في ناس تعتبر انه هيدا هو الفوتوغرافي لما يكون في عندي شيء وشي تاني فهيدي تعطيك الإحساس انه هدي بس مش شرط لأنه أنا أحيانا بيكون بدي بدي أن كل شيء يكون فبالتالي هلأ مفروض تعرفوا أنه لازم معلل الأبتشر اللي هي مثلا بدل إطلع من الأف فور مثلا للأف ايت أو حتى أف ايلفن أو إيفن أف تواني دو إذا بدي كل شيء يكون تاني مثال عن شاتر سبيد شاتر سبيد تنقاس بالوقت كلما كبر الرقم كلما بطئة الشاتر وبالتالي استقبلنا الضوء أكتر بس لحظة إذا كانت شاتر بطيئة ما ناتا أنا أي شيء عم يتحرك سيطلع حريبا إذن انتبهوا لما تقروا الواحد على 8000 هي واحد على 8000 من الثاني يعني أكبر اكبر كتير من واحد على 8000 الأول هو واحد على 8000 من الثاني يعني الشاتر سريعة كتير حتى الفلاش أحيانا ما بلحق موصف ديت عم ما بلحق إلا بسبسيارة لنصبتنا على الفلاش لحن نقدر نحن نلحق الشاتر واحد على 8000 من الثاني يعني بلمح البصر بيكون أخدت الصورة حتى أسرع من الصوت لإنتم تسمعون وهذا صوت ميكانيك الشوتر بس اللي عم تنزل بس هي الشوتر اسرع من هيك لانه هي عبارة عن two curtains بينزل و تكون الفتحة بيناتهم صغيرة او كبيرة فالواحد عد من تلاف فور اكزامبل هي اصغر فتحة اللي هي عبارة عن خط صغير و عم تنزل الكورتن شوف تخيلوا السرعة بينما لو نحن عم نحكي عنه على ثانية هاي الثانية مثلا اذا نحن عندي كورتن هيك نزلت اول واحدة نزلت التاني عندكم كل هالوقت لحتى انتو تكتشر ديلايت كمان هاي ثلاث صور ديفرنت شوتر سبيد لحت لحظوا انه كل شوتر سبيد اثرت بالضوء اكتر من ثانية واخر شي الاس او اس او رقم معين 100 400 1600 800 ايه اللي هو الاس او هو الديجيتل فرجن او اس اي من زمان كان فيه شي اسمه اذا او الاس اي اللي هي عنده الفيلم النيجاتف كان حساس كتير للضوء فان اس اي انا اروح بدي اشتري فيلم اشتري فيلم ايجاتف ايجا 100 او ايجا 800 طبعا هديك اغلى الفكرة منها هي انه السنسر بيصير حساس اكتر للضوء بيستقبل ضوء بسرعة اعلى ففي ناس تغرب تفكر انه اه اه بيرفكت يعني انا هلا اذا عندي موضوع اللوو لايت سيتيو ويشن ما في ضوء كفاية بعلل ايزو كتير باخد صورة امورة تمامة يعني فيها وجهة نظر بس الفكرة انه كلما يعلها الايزو كلما بصير الصورة أكثر بصير فيها مثل برغل الصورة فيها نقطة نويز اسمه فمشان هيك انه فيه فيه تضحيات بدك ايزو عالي بتقل بدك ايزو اوطى تاخد صورة واضحة بساعتها تصرف عندك هال ثلاثة انجريدينتس اللي هنه الابرشور شوتر والاس او عملوا مبالنس وطيت من هون عالي من هون وطيت من هون عالي من هون متعمله بان ثلاثة لحتى يضل على الميتر على الزيرو يعني لما تطلع تبع الكاميرا لازم يضل هذا على الزيرو اوكي هاي معناتها لو راح لجهة اليسار معناتها صورة غامقة لو راح لجهة اليمين معناتها صورة فتحة لحتى تقدروا تطلعوا الصورة على الزيرو يا بتغير ابتشر يا بتغير الشوتر يا بتغير بتغيروا بالتلاتة لحد ما تصير احسن طريقة تعملوها هي انكم تبلشوا باي اي انتم بكنش تغلو انا عادة تنبلشوا ليش الابتشر لانه هي بتكرر كيف بالصورة يعني هل انا بدي شي وشي بدي هاد الديبث ولا انه بدي كل شي يكون شارب فاكرر على الابتشر فاشعب انتقل بشوف شي الشطر يلي بتجيب لي هاي دي النتيجة وهل بدي يكون فيها موشن ولا لا ازا كان ما بدي اي نوع من الموشن فانا بدي شطر عالي ازا الشطر العالي قدر تتحقق لي البالنس بالاضاءة مع الابتشر تمام ازا لا بدي استعمل ايزو بس طبعا انا كان عندي هادا السؤال اللي دايما اسأله لفوتوغرافر ازا اول ما بلاشت اتعلم التصوير انه ليك ازا انا عندي شغلة عم تتحرك بالليل وبدي صورها وما معي فلاش شو بعمل طبعا الكل يقعد يفكر ما بتتصور بس بكل بساطة ما بتتصور ازا الشغلة بتتحرك بالليل وما في عليها اضاءة ما بتتصور ما بتتصور بطريقة انه بتطلع ثابتة بدي تطلع بتتحرك اجباري الا ازا من ينتروديوز فلاش حطينا الضوء اوكي والضوء عدا تم فريزز دموشن ببقى في الحركة يعني انا ازا بدي اصور مثلا نقط مية عم تنزل او مثلا شلال فروزن بس ازا انا جوه استوديو ما عندي شلال يعني بدي ردي اصور مثلا سبلاش افووتر كبت شيء مثلا بكبت مية حبة فريز بكبت مية طلعت المية هايدي بدي اوقفها هايدي الشهتر اللي حاله مش كفية اول شيء لانه مش لانه مش لانه الشهتر ما بتلحق السرعة بالعكس تلحق السرعة بس لما انا عالي الشهتر كتير الابتشر قد ما وطيتها ما رح يكون فيه ضوء كفية لانه استقبله فبدي اصير عليه الايزو خربت الصورة فمشان هيك ما ايطرده هو فلاش لايت فلاش لايت سوهلا لكنا حكينا عن الابتشر حكينا عن شاتر سبيد حكينا عن اس او حكينا شوية كمان ان فيه احيانا نستعمل فلاش خلينا نشوف اهلا على الكاميرا شو فينا نعمل لكن على الكاميرا عادة كل الناس بيروحوا بيشوفوا ان فيه شيء اسمه اوتو بيستعملوا الاوتو هي طريقة الاسهل طبعا بس الفرق بينه وبين انك تستعمل شيء ثاني غير الاوتو وهي لما تجد تسأل شوفر سيارة منه لك شوف شو رأيك بين الناس اللي بتسوق اوتوماتيك والناس اللي بتسوق عادي طبعا بتعرفوا شو الجواب رح يكون فما في دائق اي احكي بالنسبة للفوتوغرافرز لما انت تشتغل على الاوتو بكل بساطة انت عم تلل على الكاميرا انت تصرف انا ما بعرفش انت قرر شو الشاطر انت قرر شو شو هي الابرتشر وانت قرر شو الاسو والله يرضى عليك انا بما تجعل لي رأسي انما المانيم والمود انت يو هف كنترول على كل شيء يو هف كنترول على الابرتشر يو هف كنترول على الاشو يو هف كنترول على الاشو ارجع وذكركم اسهل طريقة تبال شو اابتشر تنترول للشاتر بعدين نشوف اذا الاسو في حاجة انهم عالي ولا لا تاني مود مثلا على النيكون هي الاي اي اذا اابتشر مود الابتشر معناتها انه انا ما بهمني شي تاني ما بهمني الشاتر ما بهمني الاسو كل شي بهمني هو الابتشر هو الاف فانا مسلا بهمني انه دائما نصور على الاف مثلا فبحط انا الكاميرا اوتوماتيكلي بتكرر اي احسن شاتر اي احسن اي احسن اي او في مود مثلا الي هي شاتر يلي العكس تمام ليش بستعمل الشاتر شاتر بستعملها لانه بهمني سرعة التصوير اكتر من بيستعملوها اللي هن مسلا بدي يصوروا سيارات الاخرية عم تتحرك بسرعة وبيهمهم انه الشاتر تكون عالي للابتشر ما بتهمونا اذا كان بهمونا اتنين نروح على المانيو المود لكن اللي ارجع لخيص عنا الابتشر عنا عنا الاس او هدول الثلاثة هي بتعملنا صورة بالنسبة للضوء وعلى الكاميرا في عنا شوتيك مود اللي هي فيك تختار شو تصور لما تضيق فيك الدنيا وما تعرف عالك شو تعمل اكيد بدك تصور اوتوماتيك بس فضل انكم ما تروحوا له هالطريقة بتمنى ان يكون ضفت شوية معلومات لقالكم بالنسبة للتصوير تاني مرة رح نحكي عن الفوتوشوب كان في ناس اكساتت عالفوتوشوب فيلا باي